قالوا احنا القاون ما نشتريه بجاروة لانه هو ينتمي وقال لي لي قال لي انا في احد الكتل السياسية انا الكتلة والتي تحميني هرب من منجل الارهاب فوقع في فخ النصب والاحتيال عبد الرحمن نازح من ديالة اشترى منزلا في منطقة الدورة ببغداد من ضابط متقاعد برطبة كبيرة وعند دفع مبلغ الدار اشترط على صاحبه اكماله كونه هيكل ليقع ابو دلال ضحية نصب واحتيال علنية كما يقول احنا هذا البيت اخذنا من شخص كان بالدولة لواء ركون متقاعد ينتمي الى احد الكتل السياسية من ضمن الاتفاق بان نوينا بالمكاتبة انه خلال 45 يوم يكمل البيت ويسلم النيا يقرر يعني يحترب بالطاف وينطينيها كامل لانهم متفقين ان البيت هو هيكل احنا ما اخذيه يكمل درجة اولى ابن جاني قال لي ابويا ما تحصلوا منها كل شي عوفوا الاول اخير ضلوا هيت شي انت روحوا كاملوا اجار ماكو تقعدون بي اقعدوا به هيت شي ابويا ما يحاول الكل لان ابويا ما يعترف لا قانون ولا يعترف الدولة عائلة ابو دلال تطيق نداءات استغاثة لحمايتهم فالتهديدات تتوالى عليهم من الضابط باستخدام نفوذه وعلاقاته كما يقولون اكثر مثاف سنوات مرت والدار تهالك ولم يحول باسمهم بعد وهذا ما تجعلهم ينشدون اي شي من الوعد نبي ما نفذ لا سجل البيت ولا كمله وترك البيت مهمل عرضه للمي والامطار والرطوبة دزلي مسلحين تسعة عددهم اعرف هماني دزهم علي شالين اسلحة وجوه بالنص اللي قالولي نقص لسانك وطلقت انه يشمرك بالبيت ونحركك انت وعائلتك بالبيت على هالحال رحكم بالبيت وقعد بيه واسكت لا تحشي بعد ولا كلام قصة متداخلة متشابكة طرقت فيها العائلة ابواب القضاء منذ سنوات لكنها لم تحصل على حقها بعض ومعها يبقى حق الردي مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر